السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايها الاحباب الكرام حديثنا اليوم عن موضوع المساواة بين الرفيع والوضيع او المساواة ما بين الشريف وعامة الناس في الحديث النبوي الشريف ورد في صحيحي البخاري ومسلم ان امرأة سرقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففزع قومها الى اسامة فقال اسامة يا رسول الله اتشفع في حد من حدود الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في الناس فقال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم يحكي عن قضية لها ارتباط قوي بواقعنا المعاصر المعيش وهي ضرورة المساواة في تطبيق القانون ما بين الكبراء وعامة الشعب ما بين الرفيع والوضيع الامام البخاري رضي الله عنه الذي اخرج هذا الحديث ترجم له بمقولة فقال باب المساواة ما بين الشريف والوضيع ثم قال في باب اخر باب كراهية الشفاعة في الحدود اسباب برود هذا الحديث انه في عام الفتح يعني لما انتشر الاسلام وعام الفتح هو اخر عام عاشه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك انتقل الى الرفيق الاعلى فقد صار الاسلام عزيزا وصارت الشرائع واضحة بينة ونزلت كل الاحكام الشرعية من عبادات وعملات ومن حدود وعقوبات وغيرها فحري بالمسلمين ان يكونوا امة صالحة مصلحة فقد وقع ان امرأة سرقت امرأة سرقت وهي شريفة وهي غنية وهي ذات منصب يقال اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية بنت عائلة كبيرة جدا ويقال بانها كانت تستعير المتاع ولا ترده الى ان صارت تستعير الذهب والفضة ولا تردها بعض الناس لم يشتكوا وصبروا لكن البعض الاخر رفع الدعوة الى الامام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد كان عنده تصرفات كثيرة كان عنده تصرفات بالرسالة وبالنبوة وبالامامة وبالقضاء وبكونه قائد جيش فلم يكن انداك هناك مؤسسات للدولة ليس هناك مثلا مؤسسة الامامة فقط ثم مؤسسة القضاء مستقلة ثم قيدة الجيش ثم النبي الكريم في هذا العهد كان يجمع كل هذه السلطات لان الدولة لم تبدأ في وضع مؤسستها الا في اهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما وضع الدووين فقد جاءت شكاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا ولما تسلم النبي الشكاية هؤلاء المظلومين قد سرقت اموالهم ونهبت حقوقهم ومرات متعددات وانهم صبروا في الاولى والتانية والتالتة لكنهم ضجروا فرفعوا الشكاية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم سيدنا النبي لطالما جاءت شكايات وكان ينظر فيها مثلا جاءت شكاية بان انسان كان يزني مع انسانا صحابي لكنهم في الخلاء بعيد في الخلاء في جوف الليل قالوا رأينا فلان يزني بفلانه في الخلاء في ظلام الليل فماذا كان جواب النبي الكريم قال لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك لو سترته بإيزارك لكان خيرا لك مدم انه لا ينشر الفاحش بين الناس بينه وبين خالقه حرية فرضية ربنا عز وجل ان شاء حسبه وان شاء غفر له فالمقصود ايها الاحب الكرام من حديث هذا اليوم وهو المساواة ما بين الشريف والوضيع في تطبيق القانون وخصوصا في تطبيق الحدود وكان الامام شيخ الاسلامي احمد ابن تيمية كان يقول ان الله تعالى لا يرفع الدولة الكافرة اذا كانت تحترم قانون وحقوق الانسان يرفعها مقاما عالية ويرزقها من حيث لا تحتسب وان الله تعالى لا يضع الدولة المؤمنة اذا كانت تخترق حقوق الناس وتظلمهم فهذا ميزان وضعه الله سبحانه وتعالى لقيام الامم ولنصرتها ولقوتها دولة كافرة لا تؤمن بالله لكن عندها قيم اخلاقية وتحترم حقوق الانسان وتمنع الظلم وتجعل القانون فوق كل شيء هذه دولة ربنا يعزها فيعطيها الخير في الدنيا ويعطيها رزقا وفيرا والعكس قد تكون الدولة مسلمة ترفع رواء الاسلام وفي لحي في حجاب في قرآن لكن هناك تمييز وهناك ظلم وهناك اعتداء قال بان الله ليسلب منها خيراتها ويمنع عنها اقوتها بسبب ظلمها للناس ما هو المخرج المخرج هو ان الانسان انه يستحضر بان هناك اله هناك مراقبة وانه يسرع يسرع لاعطاء الحقوق لاصحابها كل واحد منا ظلم اخر وكل واحد منا سرق مل الاخرين عليه ان يسرع من تلقاء نفسه يبادر لاعادة الحقوق الى اصحابها ويتخلص منها الان كان سيدنا عمر بن الخطب يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فكل واحد منا ينبغي عليه ان يسرع بان يرد الحقوق الى اصحابها فان تعذر عليه هذا الامر فليكثر من الاستغفار وليكثر من الندم بين يدي الله تعالى فان الله تعالى كل من استغفره هو اناب كفيل بان يغفر له وان يؤدي عنه الى استعصى عليه الامر فنسأل الله تعالى ان يغفر لنا جميعا اللهم اننا استغفرك ونتوب اليك اللهم اننا نادمين على كل فعل او قول او تصرف قمنا به وهو لا يرضيك نستغفرك يا مولانا ونتوب اليك اللهم رد بنا جميعا ردا جميلا اللهم امين يا رب العالمين مرة اخرى جاء غني يقبض على فقير قال يا رسول الله لقد ضبطت هذا يتسلق حائطي ويسرق من حقلي فالنبي لما ندر الى الفقير بانه فعلا محتاج قال يا هذا ايها الغني ما اطعمته اذ كان جائعا وما علمته اذ كان جاهلا فكان حري بهذا الغني انه يعطي الفقير لو اعطاه ما سرق فاذا كنت الجريمة هي لفقير فيها نظر لكن ان تكون الجريمة لغني انسان ميسور انسان عنده مركز وعنده مكانة في المجتمع وعنده المال الكافي ومع ذلك يطمع في اموال الناس ويسرق المال العام ويفعل ما يشاء فما حكمه هذا حكمه ما وقع لهذه المرأة المخزومية من قريش لما بلغت الشكاية وهي امرأة ميسورة وعندها اموال طائلة وما عندك تسرق اموال الناس قالوا سوف يطبق عليها الحد فنشفع لها من يشفع لها؟ قالوا لا احد يستطيع ان يشفع في الحد الا المقربين الى رسول الله فكان اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد شاب كان سيدن النبي رباه حلوالده هو صغير وكان عزيز عليه يسمى حب رسول الله يحب حبا جما فهؤلاء الناس ذهبوا عند اسامة وقالوا يا اسامة الا تشفع لنا في حد من حدود الله عند رسول الله انه يسمع منك اذهب واستعطفه فوقف اسامة على باب النبي الكريم وقال يا رسول الله بدأ يربط على كتفه ويقبله ويتلطف يا رسول الله هل تسمع مني؟ ألا تشفع في حد من حدود الله في المرأة المخزومية فاطمة بنت اسد التي سرقت المال العام النبي الكريم غضب حتى اهتز مقدم شعره وقال لأسامة اتريدني ان اشفع في حد من حدود الله فعلم ان اسامة ان القضية جد فطعطى اسامة رأسه وقال استغفر لي يا رسول الله استغفر لي فلما كان العشي والناس اجتمعوا في المسجد قام صلى الله عليه وسلم وهطب فيهم خطبة عصماء لكي يقرر مبدأ المساواة ما بين الناس في القانون انه ليس هناك فرق بين الغني وبين الفقير ليس هناك فرق بين الرفيع وبين الوضيع ليس هناك فرق بين الشريف وبين عامة الناس فينبغي ان يكون الناس سواسية امام القانون وحضرهم فقال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم الامم السابقة لماذا اهلكت اهلكت لانهم كانت اذا سرق فيهم القوي تركوه اذا كان انسان عنده مركز عنده سلطة عنده مقام قريب من السلطة العليا فانه يترك اما اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد في رواية اخرى للامام النسائي عن ابي سفيان رضي الله عنه قال انما اهلك بنوا اسرائيل ذكر بان الذين سبق لموهلك هم بنوا اسرائيل كانت عندهم هذه الصفة انهم اذا سرق فيهم رجل من اهل الفضل والمقام الكبير فانهم يتغضون عنه اما اذا كان واحد من عامة الناس يقيمون عليه العقوبات فحضرهم النبي الكريم قال ان الامم السابقة امم كثيرة ربنا عز وجل اهلكهم وصلط عليهم الغلاء وصلط عليهم البلاء وصلط عليهم الجفاف بسبب انهم كان عندهم فساد القضاء كان عندهم عدم المساواة ما بين الناس في تطبيق القانون انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ثم اعطى مثال صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها اعطى مثلا واضحا بفلدة كبده بالسيدة فاطمة وحاش لها ان تسرق وحاش لها ان تقع في حد من حدود الله ولكن اراد النبي الكريم ان يبين القمة ان حتى ابن المسؤول الكبير لو وقع في حد من حدود الله لو وقعت عليه العقوبة هذا مبدأ مقاصدي اقره الاسلام في نفوس اتبعه وكان حاريا اننا نتبعه جميعا انه لا بد من المساواة ما بين الجميع ليس هناك فرق هناك عدالة اجتماعية الامة تنهض ويعظم شأنها كلما كانت تقيم المساواة بين الناس ومن ثم صار الصحابة رضي الله عنهم عندهم هذا المبدأ اصيل فنقلت التاريخ الاسلامي صفحات مشرقة عن هذه المساواة فمثلا في عهد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد انتشر الاسلام وكان هناك رجل من هو الملك الغساسنة يسمى جبلة ابن الايهم كان هو ملك الغساسنة وكان له امر عظيم في الجاهلية وكان امره مطاع ملك سلطان فاسلم واسلم قومه وطبعا حينما كانوا يسلموا الناس اذا جاء وقت الحج كان الناس يحجون فحج هذا الرجل في وفد كبير من الناس بمئات وصاروا يطفون حول الكعبة المشرفة وبينما يطفون وازدحام واكتضاد اذا باعرابي من من في زارة قبيلة غير معروفة هناك القبائل المتفاخمة واناك قبيلة السد عظيمة قريش عظيمة هديل عظيمة وقبائل اخرى ما عندها قيمة كان هناك التمييز ما بين القبائل كما بعضهم يحلولهم ان يقول هناك المغرب النافع والمغرب الغير النافع وغير ذلك وهذا امور اراد الاسلام ان يطمسها اراد ان يقرر بان هناك المساواة بين كل البشر وكل المناطق الذي وقع وهو ان في ضل هذا الازدحام حول الكعبة المشرفة اذا بهذا الرجل جبل ابن الايهم الذي كان سابقا ملكا عظيما عند الغساسينة كان هناك الغساسينة والمناثرة كانوا اكبر اكبر الممالك قبل الاسلام فلما وقع الازدحام اذا بهذا الرجل الاعرابي من بني في زاره يطع بقدمه على ازار هذا الرجل الذي كان سابقا ملكا جبيلا وطع عليه بقدمه فسقط له ازاره فنظر اليه قومه فغضب هذا الملك فاذا به يضرب هذا الرجل دربة في انفه سال منها الدم وركله الاعرابي رجل بسيط وقبيلته ضعيفة بني في زاره ماذا يصنع امام هذا الرجل الذي كان ملكا للغساسينة وهو عظيم قومه وقد جاء الى الحج مع وفد كبير وعنده حارس وعنده حشم وعنده خدم ماذا كان يفعل سكت وصبر لكن الخبر شاع وانتشر حتى وصل الى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقدم له بعض الناس شكاية فجاءت الشكاية لسيدنا عمر ابن الخطاب ماذا يصنع الان هذا حرج كبير الخليفة عمر بينه خصمين اثنين الاول شريف والتاني والضيع ماذا نصنع في هذه الحالة سيدنا عمر استدعاه حتى مثل عنده في مجلس القضاء وقال له يا فلان لماذا ضربت هذا الاعرابي قال والله لولا حرمة البيت ولولا كرامة المكان لقتلعت رأسه من جسده الضرب لا تدربت في انفه فسل من الدم لا تكفيني فقال سيدنا عمر ابن الخطاب اذا انت تعترف بانك فعلا قد دربته قال اي نعم ولو امكنني لقتلعت رأسه من جسده فقال سيدنا عمر الجريمة ثابتة في حقك ولا بد من القصص قال يا امير المؤمنين اتسوي بيني وبين هذا الوضيع وانا الرفيع الشريف في قومي فقال سيدنا عمر ابن الخطاب اوما علمت بان الاسلام سوى بين الناس كاسنان المشت لا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا ابيض ولا اسود ولا غني ولا فقير ولا رفيع ولا وضيع ولا شريف ولا سوقي ولا عمي الكل سواسي عند الله تعالى فقال لا اقبل لن اقبل هذا الامر فقال سيدنا عمر لك خياران اما ان ترضيه واما ان نقتص منك سيدنا عمر مع المستشارين الذين كانوا بجانبه قالوا يا امير المؤمنين هذا الرجل لعله حديث عهد بالاسلام لا يعلم احكم الدين وهذا الرجل لعله لعله لازد فيه الانفة التي كانت في الجاهلية امهله قليلا فقال له لك ثلاث ايام اذهب ثلاث ايام ثم عد الينا اما ان تستسمح الرجل وتستلطفه فيسامحك فانتهى الامر واما ان يقتص منك بعد ثلاث ايام هذا الرجل لم يستسغ نفسه انه يطلب السماح من هذا السوق كأنه يسميه السوق اعرابي ولن يقبل بان يقتص منه فماذا صنع خرج ليلا متسللا وهجر الى الروم والروم كانت دولة نصرانية فهنالك تنصر وترك الاسلام لكن سيدنا عمر لم ياسف عليه فقال هذا مبدأ اصيل في الدين لا بد من المساواة بين الوضيع والرفيع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله